شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد مشروع شركة هانسنس مصر المتخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائية مع المطور الصناعي الصيني تيدا مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بإجمالي استثمارات 38 مليون دولار وطقة انتاجية تصل إلى 2.5 مليون واحدة يأتي هذا التوقيع تصاقا مع التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك من خلال التعاون مع أكبر العلامات التجارية في العالم والتي تسعى لتوسيع أنشطتها بالأسواق العالمية والإقليمية